بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير محدثكم دكتور بسام الشراونة استشاري أنف وأدن وحنجرة وباء الكورونا حديث الساعة وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي ولاهمية هذا الموضوع وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل بالنسبة للفحوصات التي تعمل المشتبه بهم والمصابين في هذا المرض يحدثنا الدكتور أمجد الطريفي بالنسبة للتعامل مع المرضى المشتبه بهم الذين لديهم أعراض مثلاً على سبيل المثال كالحرارة والكحة سواء جافة أو معها بلغة أو احتقنات في الحلق أو حتى المرضى الذين أتوا من السفر الآن نحن محجور على حركة السياحة والسفر هي محجور عليها أو المرضى المخالطين للمرضى المصابين يتم أخذ السيرة المرضية منهم ثم عمل المسحة الأنفية المسحة الأنفية يتم إدخال العود عن طريق الأنف إلى البلعوم الأنفي وأخذ عينة من الخلايا والفيروسات التي قد تتوطن في ذلك المكان هذه العينات ترسل إلى المختبر المركزي وعندما تأتي النتيجة إما أن تكون سلبية بمعنى أنه لا يوجد فيروس بكمية هائلة أو بكمية كبيرة يمكن التقاطها بهذا الفحص فإن كان المريض كذلك وكان لديه أعراض مشابهة لأعراض الكورونا يتم حجره أو عزله في المنزل لمدة 14 يوم ولكن إذا كانت النتيجة إيجابية فإنه يتم إدخال المريض إلى المستشفى وفي المستشفى يتم إعادة هذا الفحص بعد مرور أسبوع كل يومين بعد مرور أسبوع فإذا حصل المريض على نتيجتين سلبيتين بمعنى أن كمية الفيروس قلت بشكل كبير في جسمه فإنه يرسل إلى البيت أيضا بعزل منزلي أو الحجر منزلي لمدة أسبوعين أيضا ولكن يتم إرسال المرضى إذا كانت صور الطبقية المحورية سيتي سكان لمنطقة الصدر كانت بشكل كانت جيدة وقد تحسنت أعراضهم ثم يتم إرسالهم بمعنى إذا كان هناك مريض لديه فحصات سلبية بالPCR لكن صورة الصدر ليست جيدة أو أن أعراضه شديدة لا يتم إرساله إلى البيت حتى تستقر حالته السريرية ترجمة نانسي قنقر